ترجمة نانسي قنقر والذي يضع نصب عينيه دائما مصلحة الوطن والمواطن عند صياغة الخطط والمبادرات والاستراتيجيات عند صياغة مشروع القانون باعتماد الميزانية العامة للدولة 2023-2024 والتي ارتكزت على عدة مبادئ أساسية وهي الحفاظ على الاستقرار المالي والمستدام وخلق فرص واعدة للمواطنين والالتزام ببرنامج التوازن المالي إلى جانب الاستمرار في تحسين كفاءة الخدمة الحكومية وتطوير الأداء تحرص السلطتان التنفيذية والتشرعية للوصول لتوافقات بشأن الميزانية العامة للدولة والتي سينعكس أثرها على مختلف مسارات التنمية في مملكة البحرين هناك في موجود جديد كثير من المعلومات التي تحتاج إلى دراسة ويضا تحتاج إلى متابعة وما هو في الأخير سيكون تأثيرها على الميزانية العامة للدولة هناك في موجود متابعة أيضا لما هو يجري في الساحة فيما يتعلق بالطلبات الأساسية التي طلع لها الجميع بالنسبة إلى هذه الميزانية وأنا على ما أعتقد إن شاء الله يكون عندنا موجود أداء الدور الكامل بما هو مطلوب من عندنا عاستنا نوصل إن شاء الله إلى توافق ليس فقط بيننا وبين الأخوان بالنواب وأيضا التوافق بينه بالنواب والحكومة تحرص مملكة البحرين على مواصلة تنفيذ أولويات وبرامج خطة تعافي الاقتصادي والاستمرار في تبني المبادرات لتحقيق الأهداف المرسومة لبرنامج التوازن المالي وذلك عبر توحيد الجهود لتسريع وطيرة الإنجاز وفق أعلى مستويات الجودة بما يسهم في الوصول للنتائج المنشودة التي تنعكس بأثرها على تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ويحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة حقيقة اللجنة المالية للمجلس الشورى أيضا تحرص في المشاركتها على الدفع بالتوافقات بين الحكومة والمجلس النواب وأيضا مجلس الشورى بما يحقق المصلحة العامة بما يحقق بشكل أساسي التحسين مستوى معيشة المواطنين ولذلك لأهميته في الاستقرار الاجتماعي وتطور المجتمع وأيضا فيما يتعلق بالتوازن أو يعني الملاشة التوازن المالي وإنما النمو الاقتصادي وجانز أساسي من النمو الاقتصادي هو أن يكون فيه هناك استهلاك دعم للإنتاج وهذه المسائل دائما نأخذها بالعين الاعتبار أحيانا يكون فيه تركيز أعلى القام نحن دائما نركز أيضا على الصورة العامة للاقتصاد وعلى النمو الاقتصادي والتوجه بحيث أن يكون اقتصاد البحرين اقتصاد نامي بمعدلات مناسبة مصلحة المواطن هي أولوية قصوى وتأتي دائما فوق كل اعتبار وإليه توجه كافة الخطط والبرامج عبر مواصلة الجهود التنسيقية بين السلطتين التنفيذية والتشرعية والعمل بروح الفريق الواحد من أجل الخروج بالتوافقات لاعتماد مشروع الميزانية العامة للدولة في أسرع وقت ممكن وفقا للمبادئ والأسس التي تم الارتكاز عليها